مباشرة تراجع أوراق حياتك تبدأ السؤال كيف ولماذا تستهدف بأموالك وغذائك وسحتك والإجابة لسيل من الأسئلة واحدة لا غير لا فرق عند المبتزين والمرتشين والفاسدين من حياتك أو مماتك والعراق قابع في حفرة الموت بحكم الفساد وأتباعه وفي قضية جديدة أقرب ما تكون إلى معدة العراقي عندما تعلم أن أكثر من ستمائة طن من مادة الزيت هي في الحقيقة فاسدة لا تصلح للاستهلاك البشري وثم تجهد كشف الحقيقة المؤلمة بمقطع فيديو مصور خلال ضبط هيئة النزه الاتحادية وإشرف مباشر من رئيسها القاد على جواد الساعد ومدير دائرة التحقيقات فيها بعملية نوعية تمكنت من خلالها ضبط مادة الزيت منتهية الصلاحية في مصنعين من مصانع الشركة العامة للمنتجات الغذائية لوزارة الصناعة والمعادن في التفاصيل كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن القبض على مادة الزيت في مصنعي الرشيد والمأمون وضبط ثلاثة مسؤولين عن المخزن في الموقعين ولا غربة أن يحدث الفساد في تفاصيل حياتك فأنت في العراق حدث ولا حرج من تكاثر أرباب المحسوبية وبحجم هذا الوحش المستشري فإن معركة القضايا عليه تقودها هيئة النزه على قاعدة المواجهة المستمرة والتصدي لمحاولات استهداف أمن المواطن وسحته واقتصاده وضمن خلية متكاملة تعمل على التحري وتقصي المعلومة والمعلومة للدفاع عن روح المواطن مهما كلف الثمن ترجمة نانسي قنقر